السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مسار علوم الحاسب والهندسة في مقرر الذكال الاصطناعي 1 في درس هياك البيانات في الذكال الاصطناعي 3 في الدرس السابق تحدثنا عن المكدس في لغة البايثون ومفكرة توبيتر كي نستعيد ما أخذنا في المكدس تطبيق المثال في مفكرة توبيتر أنشئ مكدسا لتخزين مجموعة من الأرقام 1 21 32 45 إذن سأضيف أربع عناصر هي 1 21 32 45 في الخطوة الثانية سأستخدم عملية حذف العنصر من المكدس مرتين لحذف العنصرين الأخيرين فماذا سيحذف؟ سيقوم بحذف 45 و 32 سيتبقى دي الـ 21 و 1 في الخطوة الثالثة لديه سأستخدم عملية إضافة عنصر بوش إلى المكدس سيضافة عنصر جديد إليه اللي هو 78 بحيث يكون شكل مكدس في النهاية بهذا الشكل في الخطوة الأولى كان لديه بهذا الشكل 21 21 32 45 ثم بعد أن أضفت الأربع عناصر هذه حذفت 45 حذفت 32 ثم أضفت عنصر جديد اللي هو 78 هذه هي الخطوات إذن سنستخدم هنا نلاحظ هنا دالة print my stack pop لعرض القيم المسترجعة من دالة my stack pop my stack هنا التعريف للمكدس my stack 1 21 32 45 واتفقنا أنه عند العمل على مفكرة شوبيتر ستقوم بكتابة الأمر enter كتابة الأمر enter enter إذا أردت أن ترى ناتج الأمر مباشرة قم بrun ضغط على run أو shift enter إذن سننفذ في المفكرة شوبيتر سننفذ جميع هذه الأوامر قبل أن تظهر لدينا النتاج ولكن الآن في الشرح كل سطر سنرى مقابلة مباشرة حتى تتضح لك الصورة عزيزي الطال لاحظ دينا هنا my stack وضعت مكدس أو إنشاءت مكدس ووضعت فيها العناصر 21 32 45 في السطر الثاني print طباعة initial stack أو المكدس الحالي فاصلة my stack تنفيذ هذا الأمر هو السطر الأول لاحظ initial stack بين قوسي علامة تنصيص سيتم نزالها كما هي تنزل معك كما هي مع النقطتين ثم my stack اعرض لي ما هي المكونات الموجودة في هذا المكدس هنا أعطاني المكدس 21 هذا هو تنفيذ البرنت الأول البرنت الثاني لدينا print بعدين my stack dot pop بمعنى أنا أطلب من حذف العنصر الأعلى في هذا المكدس وأطلب من اطباعتها أيضا يحذفه ويعرضه لي حتى أراه فكان أعلى واحد من آخر ما تم إدخاله هو العنصر 45 فهنا عرض لي 45 ونفذ هذا الأمر في السطرة الثالث نلاحظ لدينا print my stack pop بمعنى أحذف لي العنصر الأعلى في هذا المكدس ما هو خلاص الآن نهينا 45 ما هو الأعلى الآن الأعلى لديه 32 انتقلت خاصية top من 45 بعد حذفه إلى 32 فأصبح الأعلى هو 32 الآن أعطيتها أمر فأعطاني طباة أطبع لي هذا بعد عملية الحذف بعد أقول هنا print the new stack after pop بمعنى المكدس الجديد بعد عملية الحذف ثم my stack هنا أعطاني هذه الجملة كما هي بين علامتي تنصيص أعطانيها هنا the new stack after pop نقطتين ثم my stack بعد أن حذفت 32 وال45 ماذا تبقى في الاستاك تبقى لدي 21 فأعرض لي الاستاك هنا 21 21 السطرة الذي يليه هنا أعطيت أمر my stack dot a bin 78 بمعنى قم بعملية إضافة عنصر جديد إلى my stack رقم 78 فماذا أصبح لدي هنا 7 ثمانية مع الواحد والواحد وعشرين تبقى الآن بعد أن قمت عملية الإضافة في السطرة الذي يليه طباعة the new stack after push بمعنى المكدس الجديد بعد عملية الإضافة ستنزل كما هي بين علمتي تنصيص الجملة كما هي و my stack مباشرة سينظر إلى my stack هنا نلاحظ 1 21 78 هذا تنفيذ المكدس في عمليات الإضافة والحذف بلغة Python نلاحظ لدينا هنا أيضا مثال آخر نستخدم الدالة لن لعرض طول المكدس إضافة لعرض طول المكدس لدينا هذا المكدس السابق الذي قمنا بوضعه my stack 21 32 45 بعدين طلابت منه طباعة المكدس الحالي my stack أعطانيها بهذا الشكل initial stack 21 32 45 بعدين أعطيتها أمر متغير ظالي متغير اسمه A و ماذا تضع بداخله لن لن هذا الأمر أمر برمجي خاص بإيجاد طول المكدس بمعنى عدد العناصر داخل المكدس ما يهمه ما هي أنواع العناصر أو ما هي العناصر الموجودة هو الأرقام التي بداخله لا هو يأخذها كعدد كم عدد العناصر عندي هنا 1 2 3 4 فمباشرة ماذا سيضع بمتغير A سيضع العدد 4 مباشرة في المتغير A سيضع العدد 4 السطر الذي يلي بعدها أنا عندي هنا print size of stack حجم المكدس سيطبعها لأنه بين عالمتي تنصيص جملة نصية size of stack 4 ليه؟ لأنها أخذ A ما بداخل A المتغير ووضع لي الرقم 4 بعدها هنا أقول 4 4 أنا هنا أرغب بتفريغ هذا المكدس فأنا أقول هنا 4 4 ين ر對 عدد عناصر المكدس ما حطيته 4 حطيت عدد العناصر هذه الجملة تختم في المكدسات أنه لازم تكون عارف العدد مجرد أنك تضع لن هذا الأمر لإيجاد سعة المكدس وتضع في المتغير بعدها تستخدمها في الحلقات التكرارية مثل هنا 4-iron range A بمعنى قم بتكرار هذه العملية أربع مرات لأخذتها أربع مرات أخذتها لأنني رجعت في A المتغير اللي هو أربعة فأعطيتها أمر إيش my stack pop بمعنى أنه سينفذ هذا السطر سينفذها أربع مرات عملية حذف أربع مرات سينفذها لماذا؟ لأنها فيها A فهي عملية تكرارية سيحذف ال45 سيحذف ال32 سيحذف ال21 وسيحذف الواحد حذف طلبت مني يحذف أربع عناصر حذف أربع عناصر طيب عطاني أمر هنا print my stack اطبع المكدس ماذا؟ قام بالطباعة طباعة المكدس فارغ المكدس فارغ لا يوجد به عناصر لا يوجد به عناصر قمت بحذف جميع العناصر موجودة فيها الأربع أعطى أمر جديد الآن my stack dot pop my stack dot pop وهذا الأمر لماذا؟ للحذف تفاقنا أنه البوب الحذف عبنت إضافة فهنا أنا طلبت منه يحذف من my stack طيب هو عرض لي my stack فارغ المايستاك لا يوجد به عناصر لا يوجد به عناصر هنا يأتينا الأندر فلو بمعنى غيظ أفون يأتينا هنا ما يسمى بغيظ المكدس يعطيني خطأ رسالة خطأ نلاحظ هنا index arrow أعطاني خطأ الفهرس يقول هنا ستلاحظ ظهور خطأ عندما كتبت أمر حذف عنصر من المكدس الفارغ وتسبب هذا في غيظ المكدس stack under flow عليك دوما التحقق من وجود عناصر المكدس قبل محاولة حذف العنصر منه بعد أن طلبت حذف هذا العنصر بعد أن كان فارغا طلبت حذفه فأعطاني هنا رسالة خطأ وأكد لي على أن الخطأ هنا كتقديم اقتراحات أن الخطأ هنا لماذا خطأ رقم تسعة my stack dot pop طيب وش نوع الخطأ يقول لك هنا إيش هذا هنا أعطاك ووضح لك الجملة top from empty list بمعنى سبب الخطأ الحذف من قائمة فارغة أن نتفكر أن المكدس يعامل على أنه list في البايثون فهنا كأنه وضح لك يقول أنت تريد أن تحذف من مكدس فارغ وهذا أمر لا يقبل ومرفوض وهذا يعطينا ما يسمى بالstack under flow غير المكدس إذن هنا في البرنامج التالي سنأخذ برنامج آخر ستنشئ مكدس جديد وتضيف العناصر إليه أو تحذفها منه سيظهر بالبرنامج قائمة تطلب منك تحديد الإجراء الذي تود القيام به في كل مرة لإضافة عنصر هذه هي التعليمات أو الأوامر التي ستظهر لدي في المخرجات في المخرجات المفضوض أن تظهر هذه الأوامر بحيث أنه إيش لإضافة عنصر المكدس اضغط الرقم واحد من قائمة البرنامج لحذف عنصر من المكدس اضغط الرقم اثنين من قائمة البرنامج للخروج من البرنامج اضغط الرقم ثلاثة بمعنى أنا أرغب بإنشاء برنامج يعطيني ثلاث اختيارات إذا أردت الإضافة أو إذا أردت الحذف للمكدس أو الخروج من البرنامج أضغط واحد اثنين ثلاثة عند الرغبة في الضغط برقم واحد يطلب منك إضافة هذا العنصر عند رقم اثنين وهكذا تتم هذه العملية نلاحظة دينا هنا تعريف push stack elements stack append elements الإضافة عملية الإضافة pop stack return stack pop إذن في عملية الإضافة ماذا يعيد لدينا هنا أفونا الحذف هنا الحذف فdef is empty إذا كان فارغ هذا المكدس return أعطيني إذا كان فارغ طول المكدس يساوي صفر لدينا هنا create stack شاءت ثم في السطر التالي بعد أن قمت لعملية التعريفات دينا هنا new stack يساوي create stack while true بينما إذا كان صحيح print the stack so far is new stack هذه الجملة الأولى ندينا print ونقط بعدين print choose one for push إذن اختر واحد لعملية الإضافة print choose two for pop لعملية الحذ choose three for end لإنهاء هذا البرنامج ثم print سطر بمعنى أنه سيقوم بطباعة هذه في البداية كتعليمات كتعليمات للبرنامج كان يقول لك اضغط الرقم واحد لعملية الإضافة اضغط الرقم اثنين لعملية الحذف من المكدس اضغط الرقم ثلاثة للخروج من البرنامج وأعطى السطر هذا والسطر هذا كبداية أو نهاية للتعليمات هذه أسطر هذه أسطر اللاحظة هنا choice input enter your choice بمعنى أنك تطلب منه أن يقوم بعملية الإدخال أو الاختيار عملية الاختيار فهنا تبدأ عمليات الاختيار إذا كان الاختيار واحد عايفون لا يساوي واحد لا يساوي ثلاثة هنا print error يعني ما حط أو الشخص ما اختار لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هذه تعني لا يساوي علامة تعجب يساوي لا يساوي هنا الاختيار ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اطبع خطأ choice enter بعدين تقول له enter your choice مرة أخرى تطلب من حملية اليدخال ثم تبدأ الآن تتأكدنا أنه الاختيار سيكون صحيح إما واحد أو اثنين أو ثلاثة فهنا تقول له جملة F جملة شرطية إذا كان الاختيار يساوي واحد تمام اكس انتجر انبوت انتر إليمنت فور بوش بمعنى إذا كان الاختيار واحد تعطيه رسالة نصية تقول أدخل العنصر المراد إضافته وين سيضعه بوش نيوستاك اكس سيقوم بإضافته في المتغير لدينا هنا وإلا إذا كان الاختيار اثنين يقول هنا إذا كان غير فارغ الستاك اطبع تمام عفوا إزمتي إذا كان فارغ the bob element is bob new stack وإلا إذا كان غير عفوا إذا كان فارغ هذا الستاك وإلا هنا أنه البرنامج بمعنى أنه ثالث أو ضغط الرقم ثلاثة تنفيذة سيظهر لك بهذا الشكل سيظهر لك بهذا الشكل عند كتابة الأمر البرمجة السابق سيقول هنا the stack الجمل النصية التي قلنا أنها إلى السطر هذه كلها أو أمر اطباعها الأولى the stack so far is أو الاستاك لديك المكدس هو فارغ الآن اختر الرقم واحد للإضافة اختر الرقم اثنين للحذف واختر الرقم ثلاثة لإنهاء البرنامج ثم يعطيه رسالة interior choice أدخل اختيارك إذا أدخلت الرقم واحد هنا سيطلب منك إدخال العنصر المرغوب إضافته فستكتب 26 ومثلا سيقول لك الآن أصبح المكدس فيه 26 هذا هو اللي أضفناه الرقم 26 بعدين يعطيك نفس الرسالة مرة أخرى اختر من واحد للاثنين ثلاثة تريد إضافة تريد حذف تريد إنهاء بعدين تختار الاختيار اختار واحد عملية إضافة فأنت وضعت الرقم الآن على ظلك المكدس يحتوي على 18 و 26 أعطاك نفس التعليمات مرة أخرى اختر واحد واثنين وثلاثة فهنا اخترت واحد وأضفت أو رغبت بإضافة العدد 23 فيخبرك بأن المكدس أصبح لديك الآن 26 18 23 الآن يمكنك حذف عنصرين من المكدس ثم الخروج من البرنامج بعدين أضفنا ثلاث عناصر الآن سنقوم بحذف عنصرين بنفس الطريقة عملية الاختيار هنا اخترت اثنين واخترت اثنين اخترت حذف العنصر فهنا 23 فأعطاني 26 18 بعدين حذفت 18 وأعطاني 26 أصبح المكدس يحوي فقط على عنصر واحد فأعطاك الاختيارات واحد وثنين ثلاثة عمية الإضافة عمية الحذف عمية إنهاء فتختار هنا ثلاثة للخروج من البرنامج بناء على التعليمات المعطاة لديك ننتقل الآن من المكدس إلى الطابور ننتقل من المكدس إلى الطابور نلاحظ هنا صادف عادة طوابير في حياتك اليومية والأكثر شيوعا هو طابور انتظار السيارات عند إشارات المرور عندما تتحول إشارة المرور إلى لون الأخضر ستكون السيارة دخلت الطابور أولا هي نفسها لتخرج منها إذن هذا أول سيارة وقفت عند الإشارة هي أول سيارة ستخرج من هذا الطابور إذن First in First out تذكرون أننا في المكدس تحدثنا عن L-I-F-O Last in First out آخر من يدخل أول من يخرج ولكن في الطابور لا أول من يدخل هو أول من يخرج تفرقنا أن في المكدس آخر آخر عنصر وضعته هو الذي تستطيع إخراجها الأول ولكن في الطابور لا الوضع يختلف أول من أتى في الطابور عفوا أول من أتى في الطابور هو أول من يخرج من الطابور إذن يأخذ قاعدة فيفو أو First in First out الطابور هو هيكل البيانات الذي يتبع قاعدة المضاف أولا يخرج أولا أول من توقف عند الإشارة هو اللون الأصفر أول من سيخرج من إشارة المرور هو اللون الأصفر مما يعني أن كل عنصر في الطابور يقدم بالترتيب نفسه الذي وصل به إلى الطابور الفرق بين المكدس والطابور هو أنه في المكدس يتتم إضافة وحذف العنصر من نفس الجانب الإضافة والحذف المكدس تفقنا لدينا مكدس هنا في العنصر رقم واحد العنصر رقم ثانين أردت أن أضيف فأضيف العنصر ثلاثة من أعلى العنصر ثلاثة أردت أن أحذف فأحذف من أعلى أيضا في نفس المكان أما في الطابور تتم الإضافة من جانب والحذف من الجانب الآخر الطابور بهذا الشكل يكون لدي أضفت العنصر الأول هنا أضفت العنصر الثاني هنا هذا الأول وهذا الثاني هذا الثالث أريد أن أحذف فأحذف من هذا الجانب إذن في الطابور من هنا الدخول ومن هنا الخروج أما في المكدس فمكان الدخول والخروج واحد مكان الدخول والخروج واحد في الطابور تم الإضافة من جانب بينما تم الحذف من الجانب الآخر عند الحذف في المكدس يحذف العنصر المضاف آخرا آخر واحد أضفت الثلاثة أريد أن أحذف أحذف ثلاثة تمام؟ بينما في الطابور يحذف العنصر المضاف أولا أنا أضفت واحد اثنين ثلاثة أريد أن أحذف أخرج من الطابور فأول من يخرج هو العنصر رقم واحد أول من يخرج هو العنصر رقم واحد وليس آخر من ولج إذن في الترتيب واحد اثنين ثلاثة في الطابور من يخرج هو رقم واحد في المكدس 1-2-3 أول من يخرج هو 3 بهذه الطريقة قاعدة المضاف أولا يخرج أولا first in first out العنصر الأول المضافة القائمة يعالج أولا والعنصر الأحدث يعالج آخرا العمليات في الطابور هناك عمليتان رئيسيتان في الطابور إما إضافة عنصر للطابور inq أو حذف عنصر من الطابور dq الinq تستخدم العملية لإضافة عنصر في آخر الطابور وحذف عنصر من الطابور dq تستخدم العملية لحذف عنصر من أول الطابور من مقدمة الطابور هذا الفرق بين العمليتين الpointر المؤشر هو متغير يخزن أو يشير إلى عنوان متغير آخر المؤشر يشبه رقم الصفحة في فيرس الكتاب الذي يسهل القارئ الوصول إلى المحتوى المطلوب إذا المؤشر ليس بيانات وإنما دليل يدل على موقع هذا العنصر مثلا في الطابور مؤشرات الطابور يحتوي الطابور على مؤشرين الfront pointer والrare pointer المؤشر الأمامي هذا يشير إلى العنصر الأول في الطابور المؤشر الأخير rare يشير إلى العنصر الأخير في الطابور لدينا أيضا بعد المؤشر لدينا الفهرس الفهرس هو رقم يحدد موضع العنصر في هيكل البيانات أين موضع هذا العنصر أنا لدي أرقام أخذنا قليل في المثال واحد وعشرين طيب واحد وعشرين هذا أين مكانه هنا يحدده الفهرس لا يهم في هذا الحقل هذا العنصر هل هو واحد أو مئة أو ألف لا يهم إذن نلاحظ لدينا الطابور بهذا الشكل هذا هو المؤشر الأمامي باللون الأزرق تذكر في المكدس كنا نتحدث عن حاجة اسمه تب القمة باللون الأزرق يأخذ رقم واحد في الطابور لا لدينا مؤشرين لماذا؟ لأن عملية الإضافة تتم من الخلف وعملية الحذف يتم من الأمام فنحتاج إلى مؤشرين لدي مؤشر أمامي ولدي مؤشر خلفي أيضا لدي الفهرس الفهرس هذا العنصر هذا رقم واحد ودائما الفهرس يبدأ في الرقم صفر فيكون هذا العنصر الأول هذا العنصر الثاني هذا العنصر الثالث ما يهم ما هو محتوى هذا العنصر يعني لو تلاحظ الفرق بين أهيناء الثالث والرابع رقم واحد ولكن وهنا رقم واحد ولكن الفرق بين الأرقام هنا مختلف فأعيدا الفهرس للترتيب ثابت يبدأ من الرقم صفر ويستمر ولكن المحتويات على حسب البيانات الموجودة عملية الإضافة للطابور تتم من هنا من الخلف وعملية الحذف من الطابور من الأمام إذن من جهة المؤشر الخلفي تتم عملية الإضافة ومن المؤشر الأمامي تتم عملية الحذف والإخراج من الطابور في هذا الدرس تحدثنا عن المكدس وأخذنا مقدمة للطابور والعمليات في الطابور سؤال ما الفرق بين المؤشر والفهرس في الطابور أعزائي الطلب شكرا لكم على حسن المتابعة والتقيكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته